التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول بحري إيفانجلوس أبو سولاقس وزير الدفاع اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الأقلمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين كما بحثاء الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات وأشاد الفريق أول محمد زكي بمستوى التنصيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية من جانبه أكد وزير الدفاع اليوناني على توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين مؤشراً إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني بالقاهرة